رسميا انتهى عصر إليزابيث الثانية في بريطانيا الملكة التي لم يعرف معظم البريطانيين غيرها في حياتهم إلى مثوها الأخير في كنيسة سان جورج في وينزر جنازة لم يسبق لها مثيل في التاريخ بحضور زعماء العالم وعشرات الألاف في الشوارع لودع الملكة ستستقر الملكة إليزابيث إلى جانب زوجها الأمير فليب الذي توفي العام الماضي وأيضا إلى جانبها سيكون هناك والدها وشقيقتها الأميرة مارغيرت السيدة التي كانت رمزا للإمبراطورية البريطانية لسبعة عقود أصبحت من الماضي نجلها تشارلز يتحمل المسؤولية ولكن سيظل دائما محاطا بظل والدته موسيقى 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 In the name of the Holy Spirit who strengtheneth thee In communion with the blessed saints The late, most high, most mighty موسيقى إذن جنازة مهيبة عشتها بريطانيا والعالم لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في أول جنازة رسمية تشهدها المملكة المتحدة منذ سبعة وخمسين عاما من قاعة وستمانستر التاريخية في البرلمان حيث سجع جثمان لأيام خمس تم نقل نعش الملكة إلى كنيسة وستمانستر القريبة وصل النعش ومشى وراءه نجلها الملك تشارلز وأبناء الملكة الآخرون أن وأندرو وأدوارد وأحفادها وقف المئات من قادة العالم دقيقتين صمت في الكاتدرائية في مراسم ترقى إلى مستوى شعبيتها العالمية من بين المتحدثين كان كبير أساقفة كانت بري جاستن والبي الذي أشاد بالملكة الراحلة وقال إنها كرست حياتها في خدمة الأمة والكومنث وأنها أثرت بحياة الكثيرين لاحقا حمل النعش الملفوف بالراية الملكية والذي يعلوه تاج الإمبراطورية من قبل ثمانية عناصر من الحراس الملكي ووضع على عربة مدفع سارت في شوارع لندن التي غصت بمودع الملكة ترجمة نانسي قنقر أربعون كيلو مترا وثلاث ساعات فصلت أملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية فصلتها عن الوصول إلى مثوه الأخير قلعة وينزر نقل نعش الملكة ونقله من عربة المدفعية فعليا إلى سيارة جابت شوارع لندن وصولا إلى كنيسة سان جورج في قصر وينزر غرب لندن وتمت مراسم جنازة اقتصرت على المقربين ودفنت الملكة الراحلة بجانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها الملكة إليزابيث الأم وزوجها الأمير فليب قبل ذلك نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مسؤولين في كنيسة إنجلترا قولهم إن الملكة إليزابيث الثانية لم تكن تريد مراسم طويلة ومملة لجنازتها وفق ما نقل عنها ترجمة نانسي قنقر صحيفة واشنطن بوست طرحت سؤالا حول سبب افتتان العالم بالملكة إليزابيث الثانية وأشار إلى وجود فارق بين العائلة الملكية البريطانية ممثلة في الملكة الراحلة وباقي العائلات الملكية في الدول الأوروبية قالت الصحيفة إن جنازة الملكة تذكير للملايين بالوقت المتغير الذي كانت فيه على عرش بريطانيا كان والدها آخر إمبراطور وإمبراطورة للهند كانت على غلاف مجلة تايم في سن الثالثة نشأت على عدم إظهار المشاعر على الأقل في الأماكن العامة مرت عليها أحداث وعقود كانت صامدة وسط محيط من التغيرات حتى أن متابعة الطائرة التي نقلت نعجها من أدنبرا إلى لندن سجلت رقما قياسيا وأعلنت موسوعة جنس للأرقام القياسية أنها كانت الرحلة الأكثر تعقبا في التاريخ مع قرابة ستة ملايين شخص تابعوا مسار هذه الرحلة على موقع فلايت رادار واليوم في الرحلة الأخيرة ومع عدم ظهور أرقام تقديرية لعدد المودعين توقعت وسائل إعلام بريطانية أن تحضل جنازة بمتابعة أكثر فعليا من جنازة الأميرة ديانا وحتى حفلات الزفاف الملكية البريطانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة